منكمل بالمثقوبات لنحكي عن المثقوبات المعوية وأول دودة لح نحكي عنها هي المتوارقة البسكية فاشيلوبسس بسكي ويلي هي نصر رسم اليسار طبعا البسيكليت لنتذكر البسكية وبما أنه عم نحكي عن مثقوبات معوية فمن البديهي أن الدودة بتتوضع بالعماعات دقيقة للإنسان والخنزير لهيك شوفوا الزلمة يلي واشم خنزير على إيده لنتذكر هالفكرة بيض الدودة شكلها بيضوي ولونها أصفر مسمر وإلها غطب تحوي بداخلها جنين غير ناضج والبيضة المكسورة النيئة هون لنتذكر هاد الشي دولة الحياة تشبه دولة حياة المتوارقة الكبدية يلي حكينا عنها بالسكيتش السابق بس الددان البالغة هون بتتوضع بالأمعات دقيقة وبتنطرح البيض مع البراز وبيروح بعدها الطفيل المهدب بالميل حتى يدور على حلزهم وجواته بتكاثر ليعطي ذوانب يلي بتسبح بمي وتتكيس على النباتات المائية بشكل خلائف ذوانب متكيزة ومن هالعدوة بتكون بتناول النباتات المائية الملوثة والنيئة الأعراض تتذكروا رقم 777 يلي استخدرناه سابقا لحتى نستدل على أن الأعراض قد تتعلق بعدد الديدان الخامج الموجودة بأمعاء المصاب وممكن تحدث أعراض هضمية كالإسهال يلي ممكن يكون مدمة لهيك لاحظوا مقعد البسيكليت اللي لونه أحمر لنتذكر هالشي وبتحدث أعراض تحسوسية ممكن تظاهر بوزمة بالوش والأطراف مع حبن شوفوا المريض بدين من ناحية البطن لنتذكر الحبن أو خلونا نتذكر أن المريض جنب السينما والوثمة يعني أدمة ومنه السينما لحتى نتذكر الأدمة يلي بتسببها الدودة أكيد لاحظتوا الكنزة البيضة يلي استخدمناها بسكتش سابق لنستدل على فقر الدم وهون يعني الدودة ممكن تعمل فاقة دموية شديدة لنتيجة تخريش جدار الأمعاء وهدوث تقرحات ناسفة تشخيص لافتت O&B يعني رؤية البيوت أو المتبارقة بالوراز والمعالجة المريض لابس خوزة وعليها أربع ألوان ذكرناها يعني تيتراكلورويتلين وعم يأكل برازق يعني برازقانتيل أما المثقوبة المعوية الثانية بهالسكتش فاسمها الخيفان الخيفاء وشوفوا كيف بالسينما عارضين بوستر لفلم سكريم لنتذكر الخيفانة طبعا بتتوضع هاي المتورقة بأمعاء الإنسان أو الحيوانات يلي بتاكوى لسمك لهيك شوفوا انه في لفته وعليها سمكة قدام السينما شكل الدودة بيكون إجازي كمثري الشكل ولونها أحمر وإلها ثلاث محاجم وشوفوا قناع سكريم يلي لونه أحمر وإلها ثلاث سقوب وشكله إجازي لنحط لبالنا هالفكرة أما البيضة فهي بونية اللون وإلها نتوء بنهاية الخلفية وفيها جنين كامل النمو بينما دورة الحياة فهي مثل مثيلاتها من المسقوبات بتخرج البيض بالبراز وبستصل للمي بيخرج منها طفيل بيبتلعوا حلزون من نوع الكمثراويات المخروطية شوفوا شكل الحلزون المخروطي وضمن الحلزون بتتحول لذوانب تسبح بالمي لحتى تلاقي نوع من السمك يلي بتفوت فيها وبتتكيس ضمن عضلاتها بشكل خليفة ذانبية متكيسة ومن العدوى بتكون بتناول السمك المصاب النية أو الغير مطبوخ بشكل جيد طبعا حطين لافتة من نوع ادخال السمك للسينما الأعراب والتشخيص والمعالجة مثل ما ذكرنا بالمتوارقة البسكية ترجمة نانسي قنقر